خاليني بداية أبدأ مع الأهلي عبدنا مطش مهمة بكرة الجماهير بتتابع لحظة بلحظة سيناريو التعاقدات وملف التعاقدات الأهلي أعلن رسميا عندهم ثلاث صفقات خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة كريستو جناح النجم الساحلي والنهاردة تم الإعلان عن مروان عطية لعب خط وسط الاتحاد السكندري كل الدول طبعا سابقا نصور الأهلي حاليا زي بتشوف الثلاث صفقات لا طبعا تدعمات مهمة جدا أعتقد نادل أهلي بحاجة لتدعمات كان باين جدا في الفترة اللي فاتت أعتقد نادل أهلي دعم المراكز المحتاجة نادل أهلي داخل على كاس العالم الأندية ودي بطولة مهمة جدا نادل أهلي أكيد بيدخل كل البطولات من ضمنها حتى كاسه المالدية بيبقى عايز ينافس على البطولة مش داخل زي تمثيل مشرف أو كده ومجرد وصول ده عود جماهيره على كده دايما فنادي الأهلي وأعتقد أنه برضه لسه فيه تدعبات تانية هنشوفها الفترة اللي جاية فلكن التلات صفقات أعتقد أن الهلي كان محتاج مرة أعتقد صفقة مهمة جدا لعيب بيقدر يديك في كذا مركز يديك حلول أنه ممكن يبقى بديل لعمر السورية لعيب بديل حتى لحمد فتحي بيقدر يتطور جدا من السنة اللي فاتت للسنة دي فأعتقد أنه صفقة مهمة جدا هتبقى أضافة كبيرة للنادي الأهلي سنه صغير جدا لعيب تطور جامد جدا من السنة اللي فاتت مع الاتحاد السكنداري للسنة دي شفنا بحث أنه لعيب كده عنده ضغط مهم جدا في قلب الملعب وعنده ميزة دائما تحس أنه ممكن كمان يديك الحرية لأنه كمان بيلعب دائما يكمل في الزيادة الهجومية وده كان الهلي مفتقده في غياب عمر السلية كنا دائما عندنا مشكلة أن عمر السلية ما بيغيب مع أنه لعيب دائما اللي بيكمل وراء المهاجمين فدي ميزة مهمة جدا في مرهون عطية فماتش أمبي طبعا عدف عالمي طبعا عدف عالمي جدا يعني فأعتقد أن هذا الدور دي تعليمات مستر كولر فأعتقد أن أليو ديونج طبعا اتحرر جدا ومن أهم الركائز موجودة في النادي الأهلي في فترة الأخيرة وطبعا صفقة خدع فتاح أعتقد أنها صفقة اضطرارية لأن غياب طبعا أو إصابة أكرم توفيق وطبعا إصابة حتى كريم فوادي اللي هو كان البديل لي فخدع فتاح هيبقى طبعا أنا شايف أن محمد هاني بيقدم مستوى كبير جدا في فترة الأخيرة لازم نشيد به يعني هاني بيحاول جدا يرجع والحقيقة أقدم مستويات إلى حد كبير فكرتنا بهاني في فرموته العالية بالضبط لازم نشيد به طبعا فخدع فتاح ياخد حقه لازم لازم ناس كريك الأوقات كريكا بتنتقدوا لازم بيبقى كويس جدا لازم نديله حق خدع فتاح أعتقد برضو فيه منافسة مع محمد هاني لعيب كويس لعيب عنده سرعات لعيب عنده إمكانيات بيقدر يدفع كويس جدا فلعيب برضو نديل أهلي هيقدر يسد به غياب أكرم توفيق كريستو طبعا لعيب حتى مستوى الكورة قاله في المتابرة الصحية يعني محتاج جناح بيلعب برجل الشمال واعتقد هو كريستو هو اللي يحلله اللغز ده ونتمنى أنه طبعا يبقى فيه توفيق والتوفيق أحيانا برضو بيبقى أهم جدا في الكورة أن أنت نديل أهلي أو مجلس زراطة الأهلي بيقدم الحلو بيقدم الصفقات لكن التوفيق طبعا بيقى في الملعب لمعنى تانية ويمكن الصفقات بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى محيارة الواحد شوية أنت ما عندكش فرصة جبيرة يعني تدخل اللعيبة وتوصلهم لمرحلة معينة من الانسجام والتفاهم وأنهم ياخدوا فكر مستر كولر تكلم على يعني أربع مطشوات بداية من مطشو بكر قبل ما تروح بيهم كسر عالم والهدف بتاع الجمهور كله كسر عالم النهاردة النهاردة كله بيلاعب على المركز التاني يعني فيوتشر بيلاعب بيراميدز والزمالك عام بمحش كمان بيلاعب على الاتحاد فبالتالي النهاردة لعبة كراسي الموسيقية على المركز التاني اللي بيحتل له فيوتشر مظبوط ورغم الأريحية أنك فارق شوية طبعا في النقاط لكن أنت برضو عندك ضغطة أنه اللعيبة دي محتاج تدخلها مطشوات ومحتاج تجربها عشان لما توصل كاس علام تبقى عارف شكل أو قوام الفريق الرئيسي تراهن على ذا ولا ممكن يبقى مخاطرة كبيرة ولا ممكن يبقى ريسك في أنك أنت تحرق لعيب أو يعني تضغط عليه وتحمله ضغوط زيادة عن طاقته لا وبص هو مستر كولر أصلا يعني معودنا في بالفترة أنه هو بيعمل روتيشن في أغلب المباريات عشان يريح اللعيبة عشان هو مش عايز يبقى لعيبة دائمة مقامة ضغوطة فده شفنا لكن في آخر مبارتين هو ثبت التشكيل يعني بدأ يثبت التشكيل وده باين جدا حتى في مكسي بلاد الأهلي المهم جدا أمام نادي بيرامتس وده دفعة كبيرة وبعدها كمان في وبرات امبي ثبت التشكيل كان مهم جدا معاه لكن برضه هو عايز يروح كاس عمال دي هو مرتاح عايز يحسم المواضيع كلها من قبل كاس عمال دي بحيث بتروس الدوري بالنسباله في مسافة كبيرة وفرق كبير جدا زي ما حدثت قلت يا أحمد إن فيه سراع كبير جدا في مركز الثاني فأأكيد إن معلش هيعطله بعض تقريبا سواء نادي الزمالك أو حتى فيوتشر فأكيد ده كله في صالح نادي الأهلي طبعا نادي الأهلي بيكسب أعتقد إن في نفس اللي تحت خالص أو في المركز الثاني بتبقى سهلة جدا إن انت تبدأ نادي الأهلي يروح كاس عمال دي بيئة ريحية كبيرة شايف طبعا أنا شايف إن برضه حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم إن كهرباء أنا جايلك في كهرباء لأن أنا قلت في بداية الحلقة النهاردة إنه يعني على ترانسفر ماركت إنه كهرباء انتهى إيقافه بانتهاء تاريخ 11 يناي مزبوط قضى فترة 6 شهور فترة لحوة بالتالي من حق المشاركة إيه جديد كهرباء بالنسبة لك أحسن جديد كهرباء إن ميستر كورة بيراهن عليه فشايف إن كهرباء إضافة كبيرة جدا نادل أهلي أنت قلت مرضه ما فيش وقت جدا إن اللعيبة تدخل أعتقد كهرباء مش محتاج وقت إنه هو يدخل فهيبقى العيبة عندك قريدي موجود لكن ميزة إنه هو بس هيتأيد ويدخل وسط المجموعة اللي هو أصل بالفترة فهي جديد علم كهرباء عن تحاد الكورة؟ أهه كهرباء رسميا خاص للفيفا بعد تحاد الكورة قال لك كهرباء من حق إنه هو يشارك غدد ده رسميا خلاص كهرباء كان ممكن يلعب مبرات أنا بس بتكلم عن تحاد الكورة المصري إنه تحاد الكورة المصري يعنيني إنه يقفل ويقطع كل الشك باليقين تحب الضبط تحاد الكورة المصري بعد حتى لنادل أهلي كهرباء من حق إنه هو يشارك مع نادل أهلي منه حتى مبرات المصري لكن نادل أهلي طبعا أعتقد إنه هو مش هيجازف خلاص اللعبة المركزة والقايمة تقريبا خلاص سفرت برج العرب فلكن كهرباء إضافة كبيرة جدا لعيب كبير لعيب عنده شخصية لعيب عنده إمكانيات وهيبقى إضافة مهمة جدا وأعتقد من أهم الصفقات اللي أنا بشوف إنها صفقات ممكن تبقى صفقة يعني مش جديدة لكن أعتقد وجوده مع نادل أهلي في كاسر عامل أندية هيبقى مهم جدا ويبقى حل كبير قوي لمستر كولر إنه هو ممكن كهرباء يديره حل حتى في مركز المهاجم مش هيلعب حتى كاجناع شفناه في أوقات كتيرة لعب حتى مع منتخب مصر كمهاجم وشفناه حتى في عبرات المغرب مع منتخب مصر أحرص فيه هدف فكهرباء أنا شايف إنه هو من ضمن اللعيبة اللي هتبقى مكسب كبيرة جدا للنادل أهلي